السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المقيمين في فرنسا نبدأ كما العادة بالعناوين ومن بعد ندخلوا التفاصيل اول خبر اللي بد نقولولي هو خبر زوين مبادرة من طرف المغرب للمغاربة هي مساعدة لشراء السكن في المغرب غنتكلم على هاد الخبر وشنهما الشروط وشنهما كيفية الاستفادة بهاد المساعدة وبالنسبة الخبر الثاني اللي غنتكلم عليه هو يعني نحن دخلين دبا في نوفمبر الجديد اللي كين في هاد الشهر نومبر 2023 والاجراءات اللي هتكون جديدة ان شاء الله بالنسبة الاخر خبر اللي هو يتعلق بقانون الهجرة وشنه هو نبوند رقم ثلاثة فيما يخص الهجرة وقانون المهاجرين على بركة الله نبتدي بسم الله توكلنا على الله أول خبر كيف ما قلت لكم هي مساعدة مالية لشراء السكن الاقتصادي أو المتوسط للمغاربة ابتداء من مطلع العام المقبل ٢٠٤ إلى متى السنة ٢٠٢٨ سوف يقوم المغاربة باستفادة من برنامج الدعم المالي المباشر الذي ستحصل عليه الأسر راغبة في شراء سكن اجتماعي أو متوسط وفق توجيهات المخطط الحكومي الذي يأتي تنزيلا على إرادة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز قدرة المواطنين المغاربة على الولوش إلى السكن اللائق ما هو هذا المغاربة؟ أن شراء السكن الاقتصادي سوف يتعطيه مبلغ ما هو هذا المبلغ؟ سبعات المليون أو لا تعد المليون سوف يتطور الشروط لتأخذ السكن أولا تكون مغربي عندك الجنسية المغربية والناس مستفيدين يكونون أسر مغربية أسر مزوجين أو مطلقين المهم ليس أعازب الشرط الثالث هو على حسب القيمة ديالها السكن إذا كان السكن القيمة دياله بين 30 مليون حتى 90 مليون سوف يستفيد بمساعدة قدرها 7 مليون المغربية أما إذا كان في حالة ديالها السكن القيمة دياله ما بين 29 مليون يعني قل من 29 مليون القيمة اللي غدي تتأخذ المساعدة سوف تكون 10 مليون نحاول نقربها بالأورو إذا كانت القيمة السكن اللي غدي تشريها 30 ميل أورو 30 أورو حتى 70 أورو عندك تقريبا 6 ميل أورو سبعة ألف أورو ديال مساعدة من طرف الدولة المغربية وإذا كان هات السكن اللي غدي تشريها وإذا كان هات السكن اللي غدي تشريها القيمة ديالها أقل من 27 مليون يعني يعني أم ببخي 28 أورو غدي تتأخذ عشرات المليون لأم ببخي نقولو نف ميل أورو أنا كنقول تقريبا غير باش تتوصل بالنسبة للشروط كنا تكون مغربي تكون أسرة مغربية لها السكن ماشي نبغت كالسكن خلص يكون هات السكن جديد يعني كنت تبناه في 1 يناير 2023 ماشي يكون قديم كذلك خلصك تكون عمرك ما استفتي من دعم في السكن الاقتصادي بمعنى ما يكونش سبق ليك شريتي السكن الاقتصادي يعني شحن موحد يكون شراء السكن الاقتصادي ديال الدولة كنتوش على بخيفة يعني الدولة اللي هما بحال الضوحة اليون صدارنا العمران هدو هما هدو هما عندهم يعني دعم من طرف الدولة يعني ولا كيف ما قلت أن هاد الدعم من أجل شراء السكن هاد البرنامج كي يحفز المواطنين باش يكون عندهم الملك ديالهم وكل شي غايستفد بهاد المساعدة من حمالية مباشرة يستفيد منها جميع المواطنين المغاربة سواء منهم المقيمون بالمغرب أو بالخارج والذين لا يتوفرون على السكن بالمغرب ولم يسبق لهم أن يستفادوا من مساعدة خاصة بالسكن أما بالنسبة للخبر الثاني هو يخص المقيمين في فرنسا تغييرات اللي كتوقع كل سنة أو كل شهر في فرنسا بالنسبة للنوفمبر راكم عارفين كتكون شاكاني هذا الموجة ديال تغييرات اللي عندها علاقة بالطقس البارد اللي كي بتادي من أول نوفمبر نومبر نوفمبر جسكو لك الكهرباء أو الغاز في هذا المدة ما بين 1 نوفمبر حتى 31 مارس ولا أنهم يترضوك من السكن بسبب فواتير متعطلة عليك يعني فهذا هو الحاجة اللي دائما كتكون كل سنة ماشية جديدة ولكن كتبدأ في 1 نوفمبر جسكو 31 مارس بالنسبة للحاجة الجديدة اللي كينا في نوفمبر هو البنسيون كومبليمانتر بالنسبة للغتراتي اللي خدموا اللي كانوا خدمين في العمل الخاص هتكون هناك واحد إعداد تقييم 5.12% ما بالنسبة للتغيير الثالث هو أنهم غايزيدوا في الارتفاع في الغاز يعني ارتفاع في الغاز ديال تسخين المياه الشفاج وكذلك الغاز ديال الطبخ بالنسبة للتغيير الرابع هو أنه إجباري في المناطق اللي فيها التولوج البنو ديفار يعني غيرجع وغادي تشوفوا المناطق لحسب المنطقة اللي انتنا أو اللي انتو ما سكني فيها باش تبتلوا الإطارات ديال البنو ديال الافواتيور إطارات ديال السيارة بالنسبة للتغيير الخامس هو أنهم سوف يكون هناك جلسات ويدية يكون الواسط هو القاضي في حالة كانين دوك النزاعات اللي كيكونوا في بابين الجيران أو في حالة الطلاق أو للنزاعات اللي كيكون ديال السكن فالا هاتش اللي كان بالنسبة للتغييرات اللي غيكونوا إن شاء الله في شهر نوفمبر أما بالنسبة الخبر الثالث فهو يهتم بقانون المهاجرين والبند رقم ثلاثة اللي شنو هو الفرق بينه وبين باقي البنود ولا شنو هو اللي غيكون جديد والمنفعة للناس اللي ما عندهمش الوراق أنا كنتكلم على فئة المهاجرين الذين يشتغلون ومقيمين في فرنسا وليس لهم بطاقة الإقامة في الأول اللي هو الجيس كمانتنون اللي كنهدر حالياً أي واحد ما عندوش الوراق كيمكن أنه يخدم ويجمع البابيير ويكون عندو واحد الورقة ديال اوتوريزازيون دو تخافاي وهدي الصعيبة باش يعتها لك صاحب الشركة أو صاحب المقاولة وبيهم كتجمع الدوسي وتمشي لها بخيفكتور وكتدير دك شي على الله يقدر البخيفكتور يقبل طالب ديالك ويمكن ما يطلبش على حسب القناة دياله على حسب مزاجه أما هذا البنت الجديد أو لغيرجع قانون جديد إن شاء الله في حالة تصويت مجلس الشيوخ يوم 6 نوفمبر كيخلي أنه يكون حقاً وليس على حسب مزاج ديال سترجع تاخد الورق ديالك في حالة أنك مقيم في فرنسا وخدام في أي عمل من القطاعات اللي هم الفرنسيين ما كيبعوش يخدموهم بحال البناء يعني المطاعم الفندقة النظافة لأمن الخدمات في البيوت عندك خدام في هذه القطاعات وما عندكش لوتوريزازيون ديالك ما تحتاج تحاشيها لصاحب العمل كتمشي ودفع الدوسي ديالك لأنه أصبح حقاً لك أنك تاخد بطاقة الإقامة شو سميت هاد البطاقة الإقامة الجديدة غا ترجع غا ترجع ترجمة نانسي قنقر